وعقب نهاية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة أعلنت وزارة الخارجية البيان الختامي للمؤتمر إذا عرب المشاركون بحسب البيان عن شكرهم وتقديرهم لجهود جمهورية العراق بعقد ورعاية المؤتمر وعبروا عن وقوفهم إلى جانبه حكومة وشعبا وشددوا على ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية بالشكل الذي ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة وأمنها بدوره ثمن العراق الدور التنسيقي الذي لعبته الجمهورية الفرنسية لعقد حضور المؤتمر ومشاركتها الفاعلة فيه ورحب المشاركون بالجهود الدبلوماسية العراقية الحثيثة للوصول إلى أرضية من المشتركات مع المحيطين الإقليمي والدولي في سبيل تعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والأمنية وتبني الحوار البناء وترسيخ التفاهمات على أساس المصالح المشتركة وأكدوا أيضا أن احتضان بغداد لهذا المؤتمر دليل واضح على اعتماد العراق سياسة التوازن والتعامل الإيجابي في علاقاته الخارجية فيما شدد المشاركون دعمه لجهود العراق الحكومية في تعزيز مؤسسات الدولة وفقا للآليات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية الممثلة للشعب العراقي ودعم جهود العراق في طلب الرقابة الدولية لضمان نزاهة وشفافية عملية الاقتراع المرتقبة فيما قرى المشاركون بأن المنطقة تواجه تحديات مشتركة تقتضي تعامل دول الإقليم معها على أساس التعاون المشترك والمصالح المتبادلة وفقا لمبادئ حسن الجوار ودعم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام السيادة الوطنية